اشتركوا في القناة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خير من أن ينظر الناس إليك بعين وقار قال أحمد يجاء بي يوم القيامة وقد غللت فيقال لي يا أحمد من أين قلت هذه المسألة فأقول يا رب حدثني بها وكير ابن الجراح الكوفي فيفك غلال أحمد فيجاء بي وكيع مغلولة يداه فيقال لي وكيع من أين جئت بهذا فيقول وكيع حدثني بذلك منصور المعتبر فيفك غلال وكيع ويؤتى بمنصور فيقال لمنصور وقد غل من أين جئت بهذا فيقول حدثني به إبراهيم النخعي فيفك غلال منصور ويؤتى بإبراهيم مغلولة فيؤتى بإبراهيم مغلولة فيقال لهم من أين قلت هذا فيقول حدثني الأسود ويزيد عن ابن مسعود به فيؤتى بهم مغلولين فيقال من أين جئت ما بذلك فيقولون حدثنا به ابن عباس ابن مسعود فيأتي ابن مسعود مغلولة فيقال لهم من أين جئت بهذا فيقول حدثني نبيك عن جبرائيل عنك يا رب اجعل بينك وبين العلم وساطة وهو النقل والأثر واجتهد غاية اجتهادك إن كنت مكفيا فأحمد الله في المدينة في عهد التابعين من من في عهد التابعين أبناء الصحابة وتلاميذ الصحابة ومن اكتحلت عيونهم برؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأاه ولمن رأى من رأاه قالوا إذا سئلوا عن الطلاق لم يكن يجيب في المدينة كلها إلا سعيد ابن مسعود مدينة حاضرة العلم لا يفتي إلا رجل شكرا